اشتركوا في القناة ومعهم شنة فيها ماء فجعلت ام اسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع ابراهيم الى اهله فاتبعته ام اسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا ابراهيم الى من تتركنا قالا الى الله قالت رضيت بالله قالا فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا قالا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس احدا فلم تحس احدا فلما بلغت الوادي سعت واتت المروة ففعلت ذلك اشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس احدا حتى اتمت سبعة ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فاذا هي بصوت فقالت اغث ان كان عندك خير فاذا جبريل قال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الارض قالا فانبثق الماء فدهشت ام اسماعيل فجعلت تحفز قالا فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا قالا فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها قالا فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فاذا هم بطير كأنهم انكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير الا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فاذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا اليها فقالوا يا ام اسماعيل اتأذنين لنا ان نكون معك او نسكن معك فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة قالا ثم انه بدى لابراهيم فقال لأهله اني مطلع تركتي قالا فجاء فسلم فقال اين اسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد قالا قولي له اذا جاء غير عتبة بابك فلما جاء اخبرته قال انت ذاكا فاذهبي الى اهلك قالا ثم انه بدى لابراهيم فقال لأهله اني مطلع تركتي قالا فجاء فقال اين اسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت الا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قالا اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قالا فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة ابراهيم قالا ثم انه بدى لابراهيم فقال لأهله اني مطلع تركتي فجاء فوافق اسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فقالا يا اسماعيل ان ربك امرني ان ابني له بيتا قالا اطع ربك قالا انه امرني ان تعينني عليه قالا اذا افعل او كما قال قالا فقاما فجعل ابراهيم يبني واسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قالا حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اشتركوا في القناة